أكثر من ثلاثة أشهر مرت ومفاوضات فيينا النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن متوقفة بطلب من طهران بحجة فترة انتقال السلطة التنفيذية ورغم انتقال السلطة من الرئيس السابق حسن روحاني إلى الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي منذ قرابة شهرين إلا أن المفاوضات لم تستأنف إلى الآن العودة القريبة للمفاوضات يكتنفها الغموض ويبدو أن إيران تريد المزيد من المشاكسة واللعب على وتر أعصاب الأطراف الغربية للمفاوضات لتحصيل تنازلات وتعزيز شروطها وهذا ما يؤكده عضو لجنة الأمن القومي الإيراني فدى حسين مالكي بقوله إن الحكومة الإيرانية الجديدة براغماتية وتبني على الأفعال فقط ولا تريد التفاوض لأجل التفاوض وإنما لأجل تحقيق النتائج مشاكل دبلوماسية أخرى تضع العصى في عجلة المفاوضات وتمنعه من التحرك حيث يرى مراقبون أن هناك عدم وضوح في بعض مواقف الدول الغربية من الملف النووي الإيراني وإلى الآن لم تجد رؤية واضحة للتوصل إلى صيغة مرضية للطرفين الإيراني والأمريكي استئناف المفاوضات يحتاج إلى خطط بديلة كأن تقبل إيران بوقف إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% وكذلك وقف إنتاج اليورانيوم المعدني مقابل الحصول على إعفاءات من العقوبات على بيع النفط والتحويلات المالية فضلا عن تحرير أرصدة مجمدة ومن شأن هذه الخطة أن تشكل مخرجا لإيران في ضوء رفضها في الدخول في المفاوضات بشأن بقية الملفات في غياب الثقة بين الجانبين أما في حال لم تلقى الخطة قبولا لدى الطرف الأمريكي وأصر على مواصلة التفاوض من النقطة التي توقفت في العشرين من حزيران الماضي فإن إيران ستوافق على هذا المطلب الغربي بشرط أن تكون هذه الأطراف مستعدة لتقديم تنازلات أكثر فيما يتعلق بإلغاء الحظر التسليحي